يمكن إحنا الغزاز وخشنين شوي أو دفشين أو صارحين كتير أو شوي بس بنشبه الصبر الحياة القاسية خلت لنا أشواك خلت لنا نياب وأظافر بس من جوا إحنا كتير حلوين اليوم شفت فيديو لمبارح لوحدة سيدة بتقول أنا حبت زوجها أربع سنوات الفيديو كتير انتشر بس أنا وقفت عنده كتير حبته أربع سنوات وأهله ورفضوا أهلها رفضوا حربت الدنيا عشانه هيك حكت وتزوجت وقبل كأنه شهر من الحرب واستشهد كان متصاوب في المستشفى بقولها إذا بتحبيني بس شربيني مي إنتي لو شربتيني بطيب هيك بتحكي هيه بقدر هذا الحب إحنا منحارب إسرائيل بتقتل كل إشي حلو فينا أول حاجة لازم نعملها أول حاجة لازم نعملها كفلسطينيين عشان نحافظ على أرواحنا وعأي إشي جميل في حياتنا أنه نتخلص من أثر من أثر إسرائيل في حياتنا المقاومة حكت حكت أنه في الخطاب الأول أول يوم محمد الضيف قائد العاملة كتائب القسام حكى هيك حكى أنه ما ضل أي خيار آخر إحنا لنا ألاف الأسرة إحنا لنا قطاع محاصر من 17 سنة من 17 سنة عارف شو يعني يعني هذا الجيل يعني اليوم شباب القسام العمال بيحاربوا في إسرائيل اليوم هذا كانوا أطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر